اهلا وسهلا بكم عزاء المشاهدين تشهد محافظة الانبار عمليات عسكرية واسعة تقدمت فيها القوات العراقية تقدما واضح وسط انباع عن هروب جماعات لعصابات داعش في كثير من المناطق هل ان دخول روسيا على الخط حفز الولايات المتحدة بتكثيف الضربات وانهاء داعش قبل ان تقضي عليها روسيا وهل ان وجود داعش في العراق يجعل العراق مسرحا للتنافس الامريكي والروسي ولماذا يختلف المتصدون من قوات الحج الشعبي على الدور الامريكي ويرحبون بدخول روسيا ما هي طبيعة العمليات العسكرية في الانبار ومن هي القوات المشتركة في تحرير المحافظة ما هو دور المسؤولين على ملف الانبار في الحكومة المحلية وممثليهم في مجلس النوار هل سنرى تحرير كامل للانبار في الايام القليلة المقبلة هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفي لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج القطعات الامنية تواصل تقدمها باتجاه مركز مدينة الرمادي لتحريرها حيث افاد مصدر الامني بان القوات الامنية سيطرت على الطريق السريع في محافظة الانبار مؤكدا السيطرة على المنطقة الرابطة بين البفراج والجسر الياباني خلال الساعات الماضية مشيرا الى ان القوات اصبحت على مشارف ما تسمى بساحة الاعتصامات وقال المصدر ان مناطق الرمادي شهدت هروبا جماعيا لعناصر تنظيم داعش الاجرامي مع تصاعد القصف الجوي والمدفعي على شوارع المدينة من جزيرة الخالدية والرمادي باتجاه الغرب وبنفس الوقت هناك تجمع كبير لداعش فالرطبة والقائم حيث وصل ما يقارب 280 الى 300 عائلة الى الرطبة من داخل سوريا مما يعكس ضعف معنويات داعش القوات الامريكية استخدمت المدفعية في معركة الرمادي وسلاح الجو على مدار الساعة وكان مؤثرا وفعالا اما القوات العراقية فاقتحمت البوشليب والبفراج وتسيطر على المنطقة الرابطة بين البفراج والجسر الياباني وطريق السريع بيد القوات الامنية اما بؤر داعش الصعبة هي مناطق زنقورة غربا والحوز وحي الاندولس جنوبا والمنطقة الهشة هي المنطقة الشمالية للرمادي التي تكاد تخلو من داعش ويشكل الجهد الهندسي العامل الاهم في مثل هذه المعارك في ازالة العبوات المزروعة من قبل داعش رحب معي اعزائي المشاهدين بكل من النائب عن محافظة الانبار الاستاذ طالب الخربيط وايضا رح ينضم لنا رئيس مجلس محافظة الانبار الاستاذ صباح كرحوت وايضا معنا الاستاذ نعيم العبودي الناطق الرسمي باسم عصائب اهل الحق وايضا ينضم الينا الشيخ فيصل العساف ابدأ بسؤالي لك شيخ طالب هذا اليوم تقدم القوات الامنية والحشد الشعبي في محافظة الانبار اريد نعرف شنو المشهد الامني هذا اليوم في هذه المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم اهل وسلم بك ووضيفك الكرام ومشاهدي قناة الرشيد المحترمين دا يشهد الوضع الامني في محافظة الانبار تقدم نعتبر ملحوظ يعني منذ اسبوع تقريبا بدأ التقدم وخاصة عندما قالنا بالضبط عن بداية التشكيل الخلية الرباعية الرباعية للتحالف الاستخباراتي بين روسيا ويران وسوريا والعراق بدأت القوات الامريكية بتصعيد الضربات العسكرية بشكل غير متوقع وغير مسبوق في مناطق جنوب الرمادي وفي مناطق شرق الرمادي وشرق الرمادي غرب الرمادي وشرق الرمادي مما أدى إلى تغيير في الموقع العسكري بالضبط وشهد تقدم قواتنا يعني ساحة المجال لقواتنا لغرض الدخول بشكل أوسع إلى هذه المنطقة والسر الغريب في الموضوع أننا لا نعرف لماذا معركة تعليل الانبار أصبحت منذ سبعة أشهر ثمانية أشهر يواك ومحلها وعندما أعلن التالف الرباعي القوات الامريكية بدأت بثقلها وهذا كانت نائمة كانت نائمة أو نعتبرها غيرة نسوان بناتهم لعلى الرجلهم من العراق يعني أنا اللي أعتبره هذا يعني كل مني غايرة تقول أنا أسوي هذا قبل أسوي هذا قبل هذا المهم بس يكون تحرير محافظتنا يعني المهم يكون تحرير محافظتنا شيخ هذا صراع النفوذ في المنطقة وهذا اليوم مثل ما تحدثت التنافس الأمريكي الروسي جعل الضربات الجوية للتحالف الدولي مكثفة وموجعة لعصابات داعش أريد نعرف تقدم القوات الأمنية وتحدثت بكل صراحة بسبب الجهد التحالف الدولي لضرب أوكار داعش هذا الجهد اللي انتظرته قبل سبعة أشهر هل يوم نريد نعرف هل هناك عمليات مشتركة بين القوات الأمنية وأيضا أبناء الحجد الشعبي وهل رضى الحجد الشعبي أن تكون القيادة للتحالف الدولي بهذه الضربات المكثفة؟ الحجد الشعبي يشترك في بعض المعارك مع أبناء العشائر وأبناء قواتنا الأمنية سواء العسكرية منها أو الأمنية ويشترك في بعض الأماكن الذي أزم الموقف بالضبط هو أن القوات الأمريكية كانت تمنع الحجد الشعبي من أن يدخل المعركة وبأنها تقول دخل الحجد الشعبي أنا لن أقوم بعملات ضرب بهذه المناطق هو هذا الذي كان هو الذي أوقف الحجد الشعبي وأوقف أبناء العشائر من التقدم نعم خليني أنتقل خليني أنتقل سيد نعيم أريد أن أعرف أنتم من بداية العمليات العسكرية وتعترضون على التحالف الدولي تعترضون على مشاركة أمريكا في ضرب داعش هذا اليوم أصبحت لدى القوات قوات الحجد الشعبي قناعة كبيرة بقوة التحالف الدولي لضرب داعش بعد الانتصارات الكبيرة التي شاهدناها وهي أيضا يوم أمس في ضرب أوكار داعش هل الحجد الشعبي هذا اليوم لديه قناعة كابلة بدون التحالف الدولي والضربات الموجعة لداعش لا يكون هناك انتصار على الإرهاب وأيضا على داعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك العزيزة شيخ طالب والمشاهديكم الكرام القناة تكون واقرة حقيقة الموقف الرسمي للحجد الشعبي لم يتغير منذ بداية الأزم ولا يومنا هذا حقيقة نحن ننطلق من قضية هي قضية ليس فقط قضية عاطفية وإنما قضية واقعية وتاريخية لدينا تجربة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تفي بكل التزاماتها ولو كانت ملتزمة بالتزاماتها لكانت سلحة الجيش العراقي أو ضغطت على الدول المؤولة للإرهابيين هناك عملية كما تفضل الشيخ السبعة الأشر هي متأخرة كان السبب الرئيسي للتأخير هو سبب سياسي إنما هو الضغط على الحجد حتى لا يأخذ هذا المكسب الحقيقي لكن أيضا الحجد كان رافض وجود أمريكا ولحت هذه اللحظة نحن لا نشترك في أي عملية يكون فيها غطاء جو أمريكا وحتى قوات بردية يعني اليوم ما اشتركته نحن بالنسبة أن هناك قوات من الحجد الشعبي اشتركت في محافظة الأنبار مناطق محددة خاصة ليس فيها قوات أمريكية خاصة أما نحن الآن كفصال الحجد الشعبي موجودة الآن هو تهيئة خاصة لأن كل الآن ثقل داعش هو يذهب إلى بيجي وهناك أماكن مهمة الآن تم حقيقة تم تحريرها في الأنبار خصوص المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية يعني بفضل الحجد الشعبي بفضل القوات التحالف بدعاون التحالف الدولي مع الحجد الشعبي مع قواتنا الأمنية دعوني صورة واضحة حتى المواطن يعرف اليوم أنت تقل لي أنا ما أشترك ويا القوات الأمريكية والتحالف الدولي أريد أن أعرف شاركتهم في هذه العمليات هو أنا جايت يأتيك القوس بلا ثمن أنا جايت يعني قصدي أنه التحالف الدولي نحن لا نشترك معه تماما خصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية الحشد الشعب أصباح لا يمثل الآن مكون واحد إنما يمثل كل مكونات وخصوصا العشار الكريم عندما الآن انتمت هناك بعض المناطق الأساسية نحن في الأنبار ليس موجودين نحن كعصابة للحق وبعض الفصار المهمة إنما في المناطق الأساسية التي كانت من المنطقة القرمة والمعركة الأساسية والحقيقية في الأنبار هي سوف تكون في الفلوجة وإن شاء الله خلال هذه الأيام عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بحافظ كبير جدا من التحالف اللباعي كما تفضل سماحت الشيخ أنا أعتقد هو أعطى دافع قوي للحكومة العراقية والقوات الأمريكية بأن تذهب باتجاه تحري الأنبار هناك مناطق مهمة جدا الآن يمسك الحشد الشعبي من العشائر وكذلك الشرطة في مناطق مهمة ليس فيها قوات التحالف إنما بعض المناطق ركزت عليها قوات التحالف في ضرب المناطق الأساسية في محافظة الأنبار ونحن لا نشترك بها إنما العملية نعم لكن دائما نتخلون إن التحالف الدولي وأمريكا غير جادة اليوم أثبتت أمريكا أنه هي جادة أو جديتها في الحرب هذه الضيبات المكثفة يعني مثل ما تحدث الشيخ والنائد عن محافظة الأنبار أخي تهيفا تأخير العمليات مثل سبعة أشهر وعندما سقطت الأنبار على مسمع أنه مرأة الولايات المتحدة الأمريكية من الطيران هذا شكل علامات استفهام كبيرة جدا خصوصا عندما جاء التحالف روسيا عندما ضربت خلال 24 ساعة و 48 ساعة سوريا شلت تماما الحركة في اللقة حتى أصبحت التنقل بالشاحنات بين منطقة ومنطقة هي معدومة الآن هناك من 208 إلى 300 لدينا معلومات من 208 إلى 300 عائلة الآن في القائم وفي الرطبة من سوريا وهذا معنى انهيار أمني واضح جدا وانهيار معنوي لداعش نعم لكن سيد نعيم أمريكان والتحالف الدولي تأخر في ضرب داعش لمدة سبعة أشهر وضرب أوكار داعش أنتم كحشد وقوات حشد شعبي لماذا لم تدخلوا محافظة الأنبار للتحرير ولماذا تأخرتم يعني بدون الأمريكان وأمريكا ما كانت داخلة قلت لك التأخير هو التأخير السياسي لأسباب عديدة واحد من هذه الأسباب بأنه لم يكن هناك حقيقة من الحكومة العراقية التمويل الكافي لابناء الحشد الشعب وابناء العشار حتى يدخلون الأنبار كما تعرفين بأن الساحة كانت مفتوحة لأكثر من جبهة صلاح الدين وكذلك الأنبار نحتاج معدات نحتاج أسلحة ثقيلة لحد هذه اللحظة نعم ما كان هناك تدخلها تقليمية هناك طبعا ضغط لأمريكيا ضغط إغاني ما كان هناك ضغط إغاني بعدم دخول الحشد الشعبي لا بالعكس يكون هناك تسوية ملفات مع الجانب الأمريكي لا بالعكس الحشد الشعبي بسرعة عامة بغض النظر عن الجانب الأقليم نحن لحد هذه اللحظة نصر بين معركة الفليوجة سوف تكون هي معركة الحشد الشعبي هناك معارك مهمة جدا الآن سوف تكون إن شاء الله خلال الأيام القادمة مصيري جدا في معركة بيجي بتحريد كل هذه المناطق وهي سوف تكون معركة مصيرية ومعركة مركزية الآن داعش كل ثقلها الآن في منطقة بيجي إن هي معركة وجود تحتبرها ولكن الحشد الشعبي ما زال يعتقد بأنه لابد أن يكون هناك معركة كبيرة جدا سوف يشارك بها الحشد الشعبي خصوص معركة الفليوجة التي تحتاج إلى مهارات كبيرة جدا نحتقد بأنه لا تتوفر لدى الجيش النظامة حتى الجيش العراقي يحتاج لابد أن يكون هناك فصائل مهمة جدا في الحشد الشعبي سوف تدخل الأنبار وسوف تحضرها شيخ طالب أريد نتحدث عن محافظة الأنبار شيخ محافظة الأنبار أيضا مجلس محافظة الأنبار محافظة الأنبار اللي هو كان غائب عن هذه المعارك وعدم تواجده في هذه المحافظة مثل ما سمعنا عن أنباء تواجده في عمان وأيضا السيد صباح كرحوت أيضا سمعنا أنه متواجد في عمان أريد نعرف استعداداتكم أنتوا أهالي هذه المنطقة للحرب على داعش شيخ عشائر أعظم مجلس محافظة أيضا أبناء هذه المحافظة بس بكل صراحة اليوم المواطن يريد يسمع منك شيخ عشيرة وأيضا نائب عن هذه المحافظة بكل صراحة لا شيخ عشيرة ولا نائب بالمحافظة رح يشيل السلاح ويقاتل هناك لك منه اللي قاتل؟ اللي رح يقاتل أبناء المحافظة اللي موجودين بس أنت خلينا لا يكون كل الكلام يعني كل الكلام أنا احترامي الشديد والجليل اللي أعزان البرلمانيين والشيوخ لا تدبهم كل الحدش على الشيوخ والشيوخ والشيوخ واليسوون لكن أنتوا الشيوخ عشائر وعدكم عشائر بس هما وينهم هما وينهم هما وينهم اللي بعمان واللي طالع نهزم واللي راح يعني كل الشيوخ نهزمت؟ أغلبها ما أعضل عدنين ستة سبعة اللي موجودين في محافظة الأنبار والبقية كلهم طالعين أخت العزيزة بس أريد أتأكد لي هاي المعلومة هل صحيح أن المحافظ صهيب الراوي هذا اليوم هو في عمان يعني هو في الظروف المهمة الصعبة اللي هي الحرب على داعش وهذه الانتصارات الكبيرة على هذا الواقع صهيب الراوي سفر خارج العراق وفجأة غير منهاج السفرة من بروكسي لأعتقد إلى الولايات المتحدة وكان التوقيع هناك على اتفاقات بالسماح للقوات الأمريكية بالدخول والقتال البري في محافظة الأنبار نعم يعني هذا أتفاق بمريكا لا أسمحي لي هذا اللي صار بمريكيا صار خلاف شديد جدا في البرنامان وفي الساحة السياسية بشكل عام كيف يسمح لمحافظ أن يذهب ويتتي بقوة أجنبية تدخل على أرض المحافظة نعم يقول صويب الراوي يقول أن حيدر العبادي هو الذي أعطاه الأمر نعم وحيدر العبادي يقول لا علمني كما موتمر قطر نعم سليم الجبوري يقول بأمر حيدر العبادي وهي وهذا يقول لا بأمر أحنا ما نعرف يسوون الشيء وراه يقولون هذا سوا فلان يعني ما يلازم ما هم متبقين بيناتهم نعم يعني خلف الكواليس أي بيناتهم خلف الكواليس بس انتدير بالك تحمل تحمل هالك شيء راح أقول عليك حيشة سامع شذاب فأنت تحملها ما الشيء لياها نعم دي يضحكون عن الناس نعم دي يضحكون عن الناس يعني المسؤولين اللي موجودين بالدولة دي يضحكون على الناس نعم فاللي دي يصير يا أختي يا أختي سهيب الراوي سهيب الراوي راح وقع التمي باتفاق وبأمر من الحكومة العراقية يعني أفهم من كلامك شيخ أنه هذا اليوم القوات الأمريكية البرية موجودة في ألبا موجودة عندنا وعندنا طائرات أباشي وأيضا شاركت هذا اليوم لأن سمعنا أيضا هناك ضيق مستفعيات يعني من القوات الأمريكية القوات الأمريكية تقصف وطائرات الأباشي موجودة في قاعة الحبانية وقاعة الأسد نعم والقوات البرية ودبابات موجودة نعم قوات البرية موجودة أكثر من خمسة آلاف مقاتل وجود قاعة الأسد يتشتركون في المعركة نعم هذا كله مقتل من صارت ما الحمد لله والشكر أني اعتبرها نصر من الله سبحانه وتعالى شلون أنقذ مصر من جابلهم السيسي وأنقذ مصر من اللي صارت دمار الله أنقذنا في هذا الاقتلال الكتلة الرباعية نعم هاي الكتلة الرباعية شو بس اسمها وهم بعد ما اشتغلهم شو الكل قامت تركض تسعف على قول تبس تريد يا بس خلي حط نجل أسبك أسبك كل من يقول أسبك نحمد الله نشكره هذا نصر الله سبحانه وتعالى نعم فاللي ده يصير هدنا محافظة الأنبار يعني متى عرفين الحقيقة نعم هو الأراب كله ما نعرف الحقيقة ما نعرفها شنية نعم يقعدون التفقون بالليل وبالنهار المثلون عينة في اللي ما نعرفها شنية نعم ونفسي هذا اللي ده يصير هذا اللي ده يصير قوات الأمريكية قاتل وكان الموجودة موجودة بقوة عندهم أكثر من 5000 مقاتل في الحبانية نعم على البر موجودة أي في قاعة الحبانية موجودة يعني يعني مو مستشارين مقاتلين أول مشاركة للأمريكان نعم بس قالوا والله دولة مستشارين شديد ما كنش مستشارين نعم هما كانوا موجودين ولا شدت الدبابة تطير بدقيقة واحدة وتشارك بالقتال الثاني نعم هل نكون واقعين هل نكون واقعين مشكلة الشعب العراقي شعب فقير ويصدق يعني احنا كنا نقول ساستنا ده يجرون إلى فالطريق معين هو طريق الخطأ احنا نعتبره نعم بس المشكلة جبتم وانظم طلبتم من امريكا ان تتدخل بقوة في المناطق السونية خلينا تحدث هذا اليوم من الوفود المكوكية اللي تذهب إلى واشنطن من مجلس محافظة الأنبار كلها بأمر العبادي كلها بأمر العبادي كلها بأمر العبادي بأمر العبادي بأمر العبادي ومتحمل المسؤولية كاملة كلها بأمر العبادي والعبادي بموافقته هو كان يقول لهم المؤتمر راح المؤتمر أول صهيب وإحمد أبريشا وجماعته هذه صار الخلاف أن هذا أسقاط لهيبة الدولة وكذا وكذا يا مؤتمر تتحدث عنه راحوا لأمريكا من البداية قبل كل شهر والله العظيم هما جوقت تهد علينا قال يعرف الموافق تهد ما نعرف مؤتمر قطر ما نعرف مؤتمر أمريكا ما نعرف المؤتمر المؤتمرات هوية ما عدنا نقعد عليها أحنا بالعراق ما عدنا نقعد نتفاوض عليها بأمريكي أكو أحنا عطافين على مي ما نقدر نقعد على المي ونتفاوض فلا يجب نطلع لأمريكيا وقطر لأن قاع أرض وأرض حلوة فنقعد نتفاوض ونصير الأرض حلوة وهنا نقدر نوصل لها في النتيجة ومعينة نعم خلينا ننتقل إلى سيد نعيم العبود هذا اليوم أنتم تعترضون على الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما تحدث الشيخ يعني وجود أمريكا أصبح واقعي وموجود على أرض الواقع يعني يقل لك عدنا مقاتلين وأكون مدفعية تضرب في الأنبار وأيضا هناك يعني أعداد كبيرة من القوات الأمريكية أنتم اليوم جلبتم التحالف الرباعي وتحدث أحد القياديين من السنة وقال أربع زائد واحد زيادة حزب الله في هذا التحالف أريد تعرف راح تصير هناك خلافات في المنطقة بوجود روسيا وهي بالضد من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا اليوم أمريكا موجودة على أرض الواقع وهل راح يزيد المشهد تعقيدات؟ يعني هذا السؤال مهم يحتاج أطلطني شوية وقت حتى نفصل به نعم من السبب يعني نحن مون ميل وإنما نأيد التحالف الضباعي أو الاتفاق الضباعي بقبال التحالف الولايات المتحدة الأمريكية أولا نحن لم نجلب التحالف إنما هناك اتفاق والحتى هذه اللحظة لم يلقى هذا الاتفاق لا تحالف إنما هو اتفاق أمني نعم لكن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني وأيضا وزير الخارجية السوري كان هناك اجتماعات مكثفة حول الواقع العراقي السوري نتكلم بالجانب القانوني هذا الاتفاق لم يلقى إلى تحالف لحتى هذه اللحظة ولم يبدأ عمله لحتى هذه اللحظة لكن بدأ عمله في سوريا يعني الكل يعرف أنه روسيا بدأت الضربات الجوية في سوريا هذا ما يقفى لحد أكيد أنا أتكلم عن المساوي العراق أقول لهم أن هناك اتفاق وهذه المعلومات الأمنية ربما قبل هذا الاتفاق وهناك معلومات أمنية وتبادل بين العراق وإيران وسوريا ومهم جدا ولكن نحن لم نجلب ولكن هناك اتفاق حكومي هي التي اتفقت مع الروسيا والجمهورية الإسلامية وكذلك سوريا ما هو السبب تأييدنا لهذا الاتفاق الضربائي هناك عدة أسباب أولا بأن التحالف الدولي حتى هذه اللحظة صار أكثر من سنة ونصف لهذه الأزمة وسقوط هذه المناطق المهمة الأساسية في العراق لم يتقدم خطوة واحدة بل بالعكس الانتصالات الكبيرة التي تحققتها بفضل أبناء الحشد الشعب المقام وكذلك أبناء العشر وقواتنا الأمنية هذا واضح جدا وإنما هناك ضربات من 9 إلى 12 ضربة بقبال كان في 91.000 إلى 4.000 طرعة باليوم في ساعة في محافظات سقطة شبه سقطة تقريبا أغلب المحافظات الولايات المتحدة من 9 إلى 12 طرعة مو تنفيذ هذا واحد ثانيا هناك في التحالف خلي أنتقل شيخ نعيم لأن لصان ما كملت يعني لا لا رح أخليك أتكمل بس عندي نقطة مهمة جدا لسيد صباح كرحوت سيد صباح أهلا وسهلا بك برنامج المشهد الأخير نحن اليوم نتوقعنا أنه أنت ما رح تحضر للبرنامج لأن قالوا سيد صباح كرحوت موجود في عمان ما متواجد في الأنبار ولا في بغداد وأيضا محافظ الأنبار هو موجود في عمان يعني نريد نعرف تواجدكم أنتم مجلس المحافظة في المحافظة واليوم المحافظة تخوض وتشهد انتصارات أمنية على داعش نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلك وليضيفك الكرام في الحقيقة المجلس محافظة الأنبار موجود وعندنا أعضاء موجودين اليوم فيه مع قواتنا الأمنية في السواتر الأمامية معركة تحرير الأنبار في الحقيقة هي معدة منذ تقريبا أكثر من ثلاثة أشهر هناك تأخير صار في عمليات التقدم بسبب الخطط الستراتيجية المطبقة من قبل قوات الأمنية وبسبب قيام تنظيمات داعش بزرع جميع المناطق على أطراف مدينة الرمادي مما أدى إلى تأخير عملية دخول مدينة الرمادي اليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة وهي مرحلة بأن الرمادي سوف تزف قريبا بشرى تحرير مدينة الرمادي وهذه بجهود مخلصة من قبل قوات الأمنية وأبناء العشار وأبناء الحجد وجميع الأخير من العراقيين لكن أريد سؤال سيد صباح تحدث سيادة النائب طالب الخربيط وهو نائب عن المحافظة وقال أن القوات التحالف الدولي يعني الضربات المكثفة اللي وجهتها للعدو داعش حققت انتصارات كبيرة وأيضا تحدث عن وجود يعني جيش أمريكي أو عسكر في مناطق الأنبار وهذا اليوم حتى يعني قاموا مدفعية شيخ يعني مدفعية يعني حاربون بها داعش يعني هناك قوة أسكرية أمريكية على أرض الواقع هي من قادت هذه الانتصارات هذا اليوم هذا ما تحدث بي شيخ نعم هي الانتصارات تقريبا كلها أجمعت بأن هناك دور للقوات الأمنية دور مهم للقوات الأمنية ودور مهم للقوات أبناء العشار ودور مهم لأبناء الحشد الذين قاتلوا في أطراف الفلوجة ومنطقة القرمة نعم ودور مهم للتحالف الدولي عن طريق ضرب تم قتل أكثر من 1500 داعش في محافظة الأنبار وتم تدمير أكثر من تقريبا 500 عجلة لتنظيمات داعش الإرهابية وتم تدمير الكثير من الأماكن التي كانوا يعتبروها قواعد أساسية للتنظيمات الإرهابية نعم هناك تنسيق وتفاهم مشترك بين الجيش العراقي وقيادات العمليات الموجودة في الأنبار نعم وما بين التحالف الدولي وطيران الجيش طيران الجيش تقريباً لكن يقول لك الشيخ يقول الشيخ أنه 7 تشور من العمليات العسكرية والتحالف الدولي لم يقم بواجبه الحقيقي يعني هذا اليوم بعد التحالف الرباعي بين العراق روسيا سوريا إيران اتخذ التحالف الدولي والتحديد أمريكا استعدادات كبيرة للخوض والحرب على داعش وهناك ضربات حقيقية هل بالفعل كانت هناك تخوف من دخول روسيا على يعني والحرب على داعش في العراق نعم يعني في الحقيقة التحالف الدولي أو التحالف الرباعي حفز التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على سرعة الإنجاز وسرعة الإنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن لأن هناك خشية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بأن محور الرباعي أو محور التحالف روسيا وإيران وسوريا سوف يكون له نتائج كبيرة جدا لأن اليوم تقريبا المرحلة انتهت واللعبة تقريبا انكشفت واليوم بدأ لعب الكبار على الساحة العراقية نحن اليوم ما يعنين بأنه هل الأنبار تتحرر على يد أبناء العراقيين أو بمساعدة التحالف الدولي أو تتحرر على يد أبناء العراق بمساعدة المحور الرباعي الذي تقوده روسيا نعم نحن نتفاعل مع الجميع نقف بمسافة واحدة مع الجميع نقف من يمد لنا العون ويقف معنا باتجاه تحرير مناطقنا ومدننا وإعادة النازحين لكن نريد نعرف سيد صباح هذا التقاطع بين روسيا وأمريكا يعني يعني رح يدخل المشهد في تعقيد يعني هناك رح يصراح يعني دولي بين دولتين كبيرتين أمريكا وروسيا هذا التقاطع سوف يخدم العراقيين سوف يخدم سرعة انهاء تنظيمات داعش الإرهابية لأن اليوم دخول روسيا على الخط سوف يحفز الأمريكان بالتعاون وبالسرعة إذا كانوا جادين معنا من أجل إصلاح محافظاتنا التي دخلت عليها التنظيمات الرهابية وخاصة داعش أريد أسألك سؤال مهم جدا أريد نعرف أخبار المحافظة يعني يقولوا لك المحافظة ما موجود بالمحافظة ما أعرف جاء تهديد جاء تليفون أو أكو اتفاقات رح يوقعها المحافظ صهي براوي شنو أخباره المحافظ موجود ويستمر بعمله واليوم وكان في بغداد ولديه لقاء كان مع سيد رئيس الوزراء بالعكس المحافظ ده يقدم عمله والتنسيق مع القيادات الأمنية وده يقدم المساعدات للنازحين يعني هذه الأخبار مو صحيحة أنه موجود المسافر وبعمى نياب أمريكا غير صحيحة موجودة ببغداد وأنا التقيت باليوم في بغداد نعم شكرا جزيلا أستاذ نعيم خلينا نتحدث بكل واقعية اليوم المشهد أصبح واضح المشهد أصبح يعني بتفاؤل يعني بعد هذه الانتصارات ويعني خوض المعارك الحج الشعبي القوات الأمنية أبناء العشائر وأيضا التحالف الدولي بعد الاتفاقية الستراتيجية مع التحالف الدولي اليوم أعطى اطمئنان الكارع العراقي هناك انتهاء لأزمة داعش في الأيام أو الأسابيع القادمة يعني بتحديد تحرير محافظة الأنبار سينا نجاوب على هذا السؤال السؤال السابق كمل كيف أنا كنا نتحدث يعني على السؤال المهم لأطرحتي حول التحالف يعني هذا التحالف وهذا التحالف ما هو السبب ربما الحشد بيصور عمي وأيضا هذا التحالف أنا أعتقد منك أستاذ نعيم بس كنت أحب أطمئن على أستاذ صباح كرحوت لأن سمعنا أنه بعمان ومهزوم بس الحمد لله موجود هو وبغداد وأيضا بالمحافظة ولا يهمك فوحدة من القضايا المهمة الأساسية بأننا قلنا هذا التحالف في الدول الذي فيه بعض الدول المشتركة التي هي أساسا متهمة بدعم الإرهاب خصوصا بعض المملكة العربية سعودية تركيا قطر هذه متولطة بدعم الإرهابين في العراق لذلك ما ممكن أن يكون هو شخص من ضمن التحالف وهو يدعم الإرهابين وهو جاد لذلك أنا أعتقد بأن الاتفاق اللباعي قد كشف الولايات المتحدة الأمريكية وكشف كذوبة بأن داعش صنعته بعبع كبير جدا من أجل لا يمكن أن يقاتل هذا الداعش إلى الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بهذا الضربات وهذا الانهيار الكبير جدا أصبح النمر الذي صنعت الولايات المتحدة الأمريكية هو نمر من وراء خصوصا الانهيارات الكبيرة جدا أنا بدأت في سوريا وفي العراق وأنا أعتقد وأقول وجازم بين الانتصارات الحقيقة حتى في محافظة الانبار لا يمكن أن تتم كل الانبار خصوصا الفلوجة إلا بدخول الحشد الشعبي لأننا نحن في مرحلة لكن أنت تعتذرون على وجود القوات الأمريكية ونائب يقول لك موجودة القوات الأمريكية كيف سنسخون بينكم وبين القوات الأمريكية لتحرير المحاطرة هذه المشكلة هذه المشكلة من يسمع وجود القوات الأمريكية هذه المشكلة المفروضة التي تحلها الحكومة العراقية نحن منذ بداية الأزمة قلنا لا يمكن أن ندخل في معركة فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأننا لا نثق خصوصا بأنه بعض القضايا أثبتت تحالف الدول أنه معرقل والسلبي جانب سلبي في بعض المحافظات لذلك على الحكومة العراقية تحلها ولا أعتقد بأن لا أمريكا ولا غيرها يستطيع أن يحضر الأنبار بالكامل خصوص الفلوجة إلا إذا كان هناك الحشد سوف إن شاء الله عندما نزف البشرة في بيجة التي سوف تكون إن شاء الله في الأيام القادمة سوف يكون التحريب الكامل سوف تكون الأنبار بالكامل محاصرة ولن يحضر هذه الأنبار إلا بناء العشائر الكريمة من تلك المحافظة وناء العراقين والحشد نعم أنا أحب أوجه شكري وتقديري الأبطالنا بالحشد الشعبي بقواتنا الأمنية أبناء العشائر جهاز مكافحة الأرهاب يعني كل صنوف قواتنا الأمنية والعسكرية لكن سؤال دائما يطرح المواطن العراقي ويقول هذا اليوم دخلنا يمكن العام أو أكثر من عام في معركتنا بصلاح الدين ولحد هذا اليوم داعش تحتل مصفى بيجي يعني هذه مشكلة لهذا اليوم يعني ما قدرنا أن نحرر مصفى بيجي من داعش شوفي معركة بيجي هي معركة معركة يعني نستطيع أن نقول بأنها صفحة جديدة بالمعارك لم تكن هناك معركة أشرس من معركة بيجي لأنها كانت هي معركة النخب كانت جند الخلافة التي شاركت فيها وكذلك فصائل من ضمنهم عصابة لحق شاركت وكان الانتصار كبير جدا لأول مرة تترق قتلها لأول مرة هناك أسرة ولكن السبب الرئيسي كان بسبب مساحة واسعة جدا بيجي كقضاء وكان هناك مدادات قليلة جدا لحد هذه اللحظة لا يوجد لكل الفصائل الحشدي الشعب لا يوجد لديهم صارق كورنيت واحد لابد أن تكون هناك إمدادات كبيرة جدا نعم هناك ثغرة هناك بعض المناطق التي خسرناها ولكن هناك أيضا تم استرجاعها وسوف تكون خلال الأيام القادمة نعد الشعب العراق ونعد كل الخيرين بأنه سوف يكون تحرير بالكامل ليس فقط عفوا فقط بيجي وانما هنا منطقة الصينية وكذلك منطقة الستمية وكل هذه المناطق سوف يتم تحريرها على يد أبناء الحشب الشعبي إن شاء الله الشيخ طالب اتحدث الشيخ صباح كرحوت وقال ما شاء الله يعني الحمد لله أطمأنين على المحافظ موجود بالمحافظة والأيضا صباح كرحوت رئيس مجلس المحافظة موجود بالمحافظة وفي بغداد الحمد لله سلامت يعني الحمد لله هذا اليوم أنطانا أطمأنان إنه مجلس المحافظة طالب الرئيس صباح ورائد المحافظة طالب الرئيس صباح رائد المحافظة ترجعش عليها بصباح م хорош علي بالمحافظ خليهم يدامون بس راجعوا لي المحافظة أش罭ين هم هذا لما هاي قيادات المحافظة ما أري القيادات قيادات موجودة هناك ما هم قيادات لا لا ما هم قيادات ولا صالسّا عم أطمئن والسلامة أطمئنينque أحمد الله أن تتبع أتباعyn أنا أريد المحافظة تحرر أنا المحافظة تحرر أشغال لي ما هم هلا بتقول له Probably أخوتي اثنينهم بستانية مهمن بموضوع السهل المحافظة يعني ما موجود بالمحافظة هذا اللي قتلك اللي يقال قتلك اللي يقال أن المحافظة ما موجود ما قتلك أنا ما شايفة أنا صار شارع المشايفة شارع المشايفة لكن هم الحكومة المحلية هذا اليوم الحكومة المحلية هي من يعني تقود المحافظة ولا تتدخل بكل شي نهائيا بالأمور العسكرية وبالأمور الهاية وخليجوني وجه بجه كلهم وبستثناء فالح العيساوي يواكب مع القوات الأمنية والحشد ويا عذار الفداوي البقية كلهم مع لهم دور نهائيا ولا لهم علاقة نهائيا يعني مع لهم دور خطيئة أنا بريهم والله يبريهم ما لهم أي دور عندي اثنين بس يقاتلون صحيحة محابط الأنبار والبقية لا والله البقية خطيئة قاعدين هنا متونسين شارع الأميرات؟ لا شارع الأميرات مش مجلس المحافظة بي المحافظة يم وزارة الخارجية يعني ما لهم دخل يعني بالمعارك ولا يقدر ينقلون جندي لا بقيادة المعارك ولا يقدر يطبون باستثناء قلت لك فالح أمام يطبون هي عملية بس طبها بالطيارة راحوا على سيدة معها الوزير الدفاع بالطيارة أقول طاروا البغدادي شافوا البغدادي ربع ساعة نص ساعة وردوا ورجعوا هذا موسطوب معركة موسطوب معركة أحنا مريد منعدهم شي خلي ديرون أمور النازحين بس ديرون أمور النازحين أمور الناس الجرحة وغيرها والأمور العسكرية وهذه موجودين ضباط أقفاء وموجودين عندنا هناك هما ديقومون بالواجب سال صباح يعني هذا اليوم تحدث الشيخ طالب وقال يعني أنتم موجودين في بغداد وأيضا انتقدنا لأن نحن أطمأننا عليك وعلى أيضا المحافظ نحن أطمأننا خفنا يعني لا يكون مهزومين ورايحين بعمان وهذا اليوم المواطن العراقي ينتظر منكم الكثير الكثير وبالتحديد أهالي الأنبار حسب الإشاعات اللي سمعناها أستاذ صباح ما هو وسائل الأعلام؟ هذه الإشاعات في الحقيقة مغرضة الهدف منها هو الإساءة إلى أبناء الأنبار وإلى قيادات الأنبار نحن البركة بشيخ طالب ما دام شيخ طالب موجود وسالم وغانم نحن إن شاء الله سالمين وغانمين يعني الموضوع الأنبار سيدة الفاضلة موضوع عقيم قيادات المحافظة بالكامل تدير المعركة بالكامل معه وكل من حسب رؤية الستراتيجية المدنية على المدنية والمحافظة على المحافظة يعني أنتم مالكم دخل مالكم دخل بهذه الانتصارات الكبيرة؟ وجندنا 12 ألف جندي اليوم الحجد الشعبي قيادة أصبحت كاملة في الأنبار يقودوها ضباط من أبناء الأنبار ويقودوها أشاوس من أبناء العشار في الأنبار يعني في الحقيقة اليوم نحن لا نريد أن ننظر إلى بعضنا البعض على مشاكل هي في الحقيقة صغيرة جدا نحن ننظر إلى الأنبار بأهلها وبناسها وبعظمتها وبتاريخها نحن اليوم ما نريده يجب أن يكون كل أبناء الأنبار واقفون باتجاه معركة حقيقية وهي كيفية الخلاص من التنظيمات التي دخلت الأنبار يعني في الحقيقة هناك تآمر كان كبير جدا من شيوخ الأنبار على محافظتهم باتجاه زعزعة الأمن والاستقرار باتجاه قيام الاعتصامات في محافظة الأنبار وهذا أدى إلى نزوح أكثر من مليون نازح اليوم إذا نريد أن ننظر للماضي في الحقيقة هذه نظرة تشاومية ولكن نحن اليوم نريد أن ننظر إلى الحاضر نحن ننظر إلى الأنبار بمكانتها واستراتيجيتها وتاريخها وكيفية أن نتفاعل مع بعضنا البعض من أجل تحرير الأنبار بكل أهلها وبكل شيوخها وبكل قياداتها إذا كانت أمنية أو سياسية نعم أستاذ صباح نريد أن نعرف أن المعطيات في الأيام القادمة رح نشوف انتصارات حقيقية يعني وأن الأنبار رح تكون بالكامل محررة من داعش نعم نحن وضعنا خطة استراتيجية هذه الخطة في الحقيقة سوف إن شاء الله قريبا تتحرر الأنبار ويبقى الأنبار وأبناء الأنبار ونساء الأنبار شامخون وشامخات في محافظتهم وسوف يعاد الأمن إلى محافظة الأنبار قريبا وسنزف البشرة بتحرير محافظة الأنبار قريبا إن شاء الله وسوف يعود الناقية لكن يقول لك الشيخ طالب اتحدث الشيخ طالب كلام مهم جدا يقول نحن ما نريد منكم شيء يعني بس نريد أن ديروا بالكم عن النازحين والناس اللي لهذا اليوم يعني مهزومة من أراضيها من بيوتها بسبب داعش واستيلاء داعش على بيوتهم وأراضيهم أريد نعرف شنو استعداداتكم لمساعدة النازحين يعني هذا اليوم حرب يعني في الأنبار حرب كبيرة على داعش وأكيد راح السبب بنزوح أكثر وأكبر للعوائل هناك سيدة العزيزة نحن اليوم أمام تحديات كبيرة جدا تحديات النازحين والتحديات لملمة أبناء الأنبار وتحديات كيفية تحشيد طاقات الأنبار ودخولهم في عملية الشرطة والجيش وتطويع أبناء الأنبار والتحديات في الحقيقة يجب أن نكون مجتمعين معها كقادة وزعماء السياسين في محابة الأنبار ما نراه اليوم من قياداتنا في بغداد في الحقيقة غير ما نراه في محابة الأنبار بالحقيقة اليوم نلاقي عجز كبير من قياداتنا في بغداد باتجاه كيفية الضغط على الحكومة الاتحادية ليعطاء موازنة الأنبار وخاصة النازحين خصصت مبلغ 164 مليار إلى محابة الأنبار لدعم الأنبار ودعم النازحين ولكن لحد الآن لم يصلنا إلا 20 مليار دينار فاليوم نقطة مهمة نواب الأنبار الضغط على الحكومة الاتحادية من أجل إعطاء موازنة الأنبار حتى نستطيع العمل سويا باتجاه خدمة الناس وخدمة النازحين وخدمة قواتنا الأمنية الموجودة في محابة الأنبار نعم لكن نقطة مهمة جدا هناك تنسيق بين أبناء عشاء المحافظة وبين القوات في الحجر الشعبي نعم تنسيق عالي المستوى وعمل متواصل ليل النهار ولدينا اليوم أكثر من 10 ألاف متطوع عدل 12 ألف متطوع الذين انخرطوا في الحجر الشعبي الموجود في الأنبار نتمنى على أبناء الأنبار تحشيد كل طاقاتهم من أجل تطويع أكثر من 30 إلى 40 ألف نسمة حتى نستطيع مسك الأرض بكاملها اليوم لدينا حدود مفتوحة تقدر ب 650 كيلومتر نحتاج إلى طاقات بشرية هائلة من أبناء الأنبار نحتاج إلى دعم متواصل لقواتنا الأمنية في محابة الأنبار كل هذا في الحقيقة لتوافرت لدينا 1500 مدرسة هدمت في محابة الأنبار لدينا 175 مستشفى تم تقدر بمحابة الأنبار خلي إدينا بإدينا بعض أنتوا شيخ العشائر مجلس المحافظة نواب هذه المحافظة حتى نخلص من داعش وبعدها نفكر شون نعيد هذه المحافظة وأهالي هذه المحافظة لها شكرا جزيلا شيخ صباح كرحوت أستاذ نعيم هل بالمنظور القريب تحرير محافظة الأنبار بالكامل راح يكون تنسيق عالي بينكم وبين أبناء العشائر في هذه المحافظة راح يكون هناك تسليح وتجهيز لقوات الحجر الشعبي لخوض هذه المعركة أريد تتحدث لي بالتفاصيل هل هناك أمل كبير جدا بالأسبوع القادم والأسابيع القادمة بتحرير الأنبار بالكامل سبوع أو سبوعين ما ممكن تحرير المحافظة بالكامل مع الفلوج وهذه المناطق ممكن كمدينة مركز المدينة ممكن وخصوص الآن على مشارف وبعد سيطرة الآن القوات الحجر الشعبي وكذلك الأجهزة الأبنية وابناء العشار البطرة بين منطقة البورفالاج وكذلك منطقة البوتشلياب اللي الآن سيطر بين منطقة البورفالاج ومنطقة جسر الياباني الآن مسيطر عليه من قبل ابناء الحجر وابناء العشار فهذه المناطق مهمة جدا ستراتيجية ولكن كتحرير المحافظة بالكامل لا أعتقد بأنه يمكن أن يكفي ولكن هناك معلومات كبيرة جدا بأنه ابناء الحجر الآن مهتمين بقضية مهمة جدا وهي خلال هذه الأيام عندما يتم تحرير بيج أنا أعتقد بأن الثقل كبير جدا سوف يزال من هذا الهم الكبير لدى العراقيين خصوصا هناك مدادات كبيرة جدا موقع بيج هو موقع ستراتيجي بالإضافة بأن هناك تنسيق عالي جدا نحن لدينا علاقات كبيرة جدا ووطيدة كما تعرفين الآن أصبح لا يمثل الحجر الشعبي المقاوم لا يمثل مكون واحد لكن هذا اليوم ينطين انطباع كبير جدا أنه الضربات المكثفة اللي قادها التحالف الدولي أعطت نتيجة يعني إيجابية بالانتصار يعني إذا ستكون هناك تنسيق عالي جدا بين القوات الأمنية والتحالف الدولي وتكثيف هذه الضربات على أوكار داعش هل نحقق نصر قريب أم أيضا ننتظر سنة حتى نحرر الأنبال الكامل التحالف كذوبة التحالف الكل حتى ابناء العشاء النباص سقطت أمام عيون التحالف لكن اليوم مثل ما تحدث الشيخ وأيضا تحدثوا القوات العراقية بالضربات الجوية المكثفة الجهد الكبير لابناء العشاء هذا اليوم النصر على داعش في بعض المناطق الجهد الكبير لابناء العشاء والقوات الأمنية وابناء الشعب العراقي والقوة الموجودة لدى ابناء العشاء الكبيرة تكفي لتحالح هذا الانبال ولكن هناك ضغط سياسي ولا لا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن الانبال تحضرت هناك معلومات كبيرة جدا ما تقصد بالضغط السياسي؟ الضغط سياسي المواطن ميعرفت والتحالف الدولي لا يريد أن يدخل الحشد الشعبي مع ابناء العشاء هذا هو الانتصال الكبير عندما تختلط الدماء السنية والشرعية بهذه المنطقة كما حصل في صلاح الدين وكما حصل في محافظة ديالي هذا هو إفشال المشروع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي لكن هناك أنباء وأيضا معلومات تقول بأن القوات الأمريكية هذا اليوم تجهز أبناء العشائق لا جهزت فصائل متولطة بدماء الشعب العراقي لدينا معلومات دقيقة جدا لقد سلحت وعطت أسلحة متوسطة وخفيفة لحماس العراق وهذا يفصيل إرهابي متولط بدماء الشعب العراقي والآن هو مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن نقول بأنه الشعب العراقي بعشائره وحجده وأجهزة الأمنية سوف يحضر الأنباء خصوصا بعد المعاركة التي سوف تشهد إن شاء الله عن قريب أنتقل إلى ضيفي الشيخ فيصل العسافي أهلا وسهلا بك في برنامج المشهد الأخير أريد تتحدث لي هذا اليوم شون الأحداث والانتصارات الكبيرة على داعش تحدث لي بكل واقعية أولا تحياتي لك ولقناة الرشيد الفضائية التي تدعم العمليات العسكرية وهي تفضلة في هذا اليوم وتحياتي لضيفك الكريم الأستاذ نعيم العبودي ممثل عصائب أهل الحق أيضا وضيفي طالب الخربيط النائب عن الأنبار وأنا أهم تحياتي لضيفك الوطني سيد الشيخ طالب الخربيط هذا الشخص الوطني الذي يمتلك وطنية ويدافع عن محافظة الأنبار ببسالة شكرا فضل الشيخ اتحدث لي هذا اليوم عن العمليات العسكرية أنت كشيخ عشيرة شاركتم في هذه المعركة على داعش سيدة الفاضلة منذ شهرين الأنبار مطاقة من عدة محاور الفلوجة مطاقة من سبعة محاور من تجاه نظم الثرثار والسقلاوية ومن تجاه النعيمية هذه المنطقة تحررت النعيمية والهيتاوين ومن تجاه معسكر طارق بدأ التقدم وفتح العبوات وإزالة العبوات التي هي كانت تنظيف داعش الإرهابي كان زارع على طريق العمليات العسكرية فبدأت جهد الهندسي لجيش العراق والحجد الشعبي فتح هذه العبوات وبدأ التقدم على الفلوجة وذك أو كارد داعش الإرهابية في داخل الفلوجة عن طريق الصواريخ الحجد الشعبي وطيران جيش العراقي لكن أريد تتحدث لي الشيخ عن التعاون بينكم وبين الحجد الشعبي يعني أبناء العشائر وأيضا قواتنا بالحجد الشعبي سيدة الفاضلة هو جهد كله متكامل نحن جزء من الحجد الشعبي والحجد الشعبي جزء مننا والحجد الشعبي خرج عن طريق فتوة سماحة السيد علي السستاني قدس الله سره العظيم اليوم عندما فتى السيد علي السستاني بالخروج والدفاع عن الأرض وعن الأرض العراقين لكل حملوا السلاح على الأكراد والمسيح والسنة والشيعة وكل العراقين يهمهم الدفاع عن العراق اليوم كل الحجد الشعبي هو من العراق ومن عشائر العراق اليوم نحن مع الحجد الشعبي والحجد الشعبي معنا اليوم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية أريد تتحدث عن الضيبات المكثفة للتحالف الدولي هل كانت لها أثر إيجابي في انتصارات اليوم؟ سيدة الفاضلة التحالف الدولي لا نأمل على التحالف الدولي التحالف الدولي منذ سنة ونصف فنسمع في هذا التحالف ولا نرى لها بصمة في القتال ضد تنظيف داعش في الأنبار اليوم نأمل على صقور الجو العراقية وعلى طائرات العراقية والجيش العراقي والحجد الشعبي ومقاتل العشائر والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية اليوم لا نأمل على أي شخص أو أي دولة تتدافع عن العراق اليوم رأوا بصمة العراقيين الذين حرروا مناطق ادياله وصلاح الدين وجرف النصر فكانت الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن طريق البنتاجون الأمريكي بأن سبع سنوات وسس سنوات هذه المناطق التي اقتصبت من تضييف داعش الإرهابي حتى تتحرر فرأت بصمة الجيش العراقي والحجد الشعبي ومقاتل العشائر في تحرير هذه المناطق فاليوم رأوا بصمة العراقيين فبدأت التماطل في العمليات العسكرية في محافظة الأنبار خليني أنتقل إلى الشيخ النائب طالب الخريط شيخ طالب سؤال يطرحوا دائما المواطن العراقي يعني هذا اليوم يتحدث بكل صراحة العراقي يستطيع أن ينهض بقواته الأمنية بالحجد الشعبي أيضا بأبناء العشائر وجهوده الذاتية لتحرير المناطق ممكن جدا بدون دخول أمريكا روسيا الدول الأخرى أخت العزيزة بالوقت الحاضر صعوبة لأن الجيش والقوات الأمنية محتاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب من جديد بالوقت الحاضر أننا نسحب نزج بالجيش الموجود كله نسحبا ندربا ونخلي داعش بأراضينا صعبة حسا بالوقت الحاضر نقاتل بالموجود بمساعدة أخواننا الموجودين بالحجد الشعبي وبالقوات الأمنية وقوات الجيش نقاتل إلى نحرر أرضنا بعدين هذا لازم إعادة تقييم لكل القوات الأمنية أولا من ناحية اختيار القادة القادة المشكلة يعني الأخ نعيم يمكن يشاركني بهذا الموضوع القادة كانت عملية بيع وشراء للمناصب أي واحدة من الشغلات اللي كان موجودة قائد الفرقة وصل سعره مليون ونص دولار قائد العاملات وصل سعره مليونيين قائد الأمر لو سعره مليون الآن؟ الآن بعدها خفيفة بس لا بكانت موجودة لا كانت يعني بشكل مطأة هو اللي هزيمة الرمادي ليش؟ نحن عدنا 24 ألف شرطي نعم ما لقينا ألف 23 يابا وينهم؟ 23 قاعدين متفقين هم والضباط نصر راتب نصر راتب نحرر محافظاتنا نعم ونقعد ديش الساعة البلد هذا بلد أمر آلاف السنين نعم أمر آلاف السنين ما ما أقول إن إذا صارت بي خربطة نقدر نعيدها بسنة بسنتية ننطلنا مجال لكن قبل ما أنهي خلص الوقت أريد أعرف دوركم وأنتوا أعضاء مجلس أعضاء مجلس النواب العراقي عن هذه المحافظة يعني شلو دوركم؟ يعني قاعدين ببغداد لو تروحون الأهاليكم الناسكم والبلاطبكم يشدون همة القوات الأمنية أبناء عشائركم زيارات بعض الأخوة الموجودين بالمجلس النواب يقومون بزيارات للقوات الأمنية أهالينا وين حالم حال اللي شمو مهجرين هالينا نفس نفس أولد الرمادي نعم وبقية الأعضاء والله قسم متفرجين يعني نعم متفرجين وقسم لا والله يحاولون جهد مكانهم على منظمات إنسانية غيرهم هذا دورهم نعم شكرا جزيلك كلمة أخيرة أستاذ نعيم نحن الآن ما مفترق طرق على الحكومة العراقية أن ننظر بعين الاحترام وعين الاحتبار وعين التقديل لكل الذين وقفوا من أبناء العشاري الكريمة ومسكوا البندقية كتف لها كتف مع أخوانهم في الحشد وفي الشرطة العراقية وعلينا أن نلعن هؤلاء الذين باعوا الأنبار الذين هم أصحاب المنصات وأصحاب الفنادق وأنا وحيي كل صاحب موقف رسمي من أبناء العشاري الأنبار الذي وقف مع أخوتي من أجل تحرير الأنبار وإن شاء الله ماهي إلا أيام حتى تتحرى الأنبار بالكامل شكرا جزيلا بالختام عندي كلمة تحية إلى كل الشجعان في جهاز مكافحة الأرهاب والشرطة الاتحادية وكافة القوات العسكرية اللي الشارك في تنظيف الأنبار من داعش وأيضا لقوات الحج الشعبي وابناء العشائر الأمل بكم في تخليص الناس ونريد همتكم وبتحرير الموصل وعودة النازحين لبيوتهم ملوا صار سنة ونص لا مدارس ولا شغل والحياة معطلة كافي ميصي مدن كاملة عايشة تحت حكم داعش وموجودة دولة وسياسيين وقتل لو استسهلتوا القضية إيش لون ينام السياسيين ويتهنون وأكون نساء مسبيات وأطفال بالخيم وهي مسؤوليتهم أمام الله وأمام الناس والله ماكو ده وإلا ماكو داعي للتصدي والدخول بالسياسة لو إحنا افتهمنا السياسة بس فلوس وامتيازات خلوا الله بين عيونكم خلوا الله بين عيونكم وخدموا الناس تصبحون على وطن منتصر في أمان الله اشتركوا في القناة